أخبرتكم من قبل أن أحد الأكاذيب الكبرى التي ترسخت في هذا الجيل هي أن إكرام يسوع يقلل من قيمة حياتكم، هذا غير صحيح إن حق يسوع يجلب الحرية لكل حياة بشرية والظلام يجلب العبودية الظلام يدمركم جسدياً ولكن يسوع يشفي ويجب على الكنيسة أن تستيقظ كم عدد الندوات التي سترعاها الكنيسة والرب ما زال يشفي ويصنع معجزات عندما نبتعد عن قوة الشخص الذي مات من أجلنا ولا تكون هناك رؤية لنتخلص من القيود فيجب أن يكون لدينا الوعي والإعلان أن إكرام الرب يجلب الحياة والصحة والشبع والرضى لا يمكن تأمين المستقبل بعيداً عنه يشرفني أن أكون معكم موضوعنا اليوم هو الإيمان العازم وتحديداً حان دورنا عندي سؤال ماذا سيقال عن جيلنا؟ سنعرف بتفوقنا الرياضي والملاعب التي بنيناها ويتم وصفنا بأننا تحولنا لاستخدام الطاقة الخضراء ما القصة التي ستقال عن الكنيسة؟ الأمر متروك لنا ليس لشخص آخر نحن الكنيسة بقدر غرابة ذلك يا رفاق حان دورنا وسنحتاج إلى الشجاعة والجرأة والإيمان لرؤية اسم يسوع يعلن في كل الأرض أحضر كتابك ومفكرتك والأهم من ذلك افتح قلبك سأعود إلى السلسلة بالتأكيد استلمتم كتيبات أثناء دخولكم الآيات التي نستخدمها أو على الأقل بعض الآيات العنوان هو الإيمان العازم لأنني أعتقد أنه سيتطلب من العزم والإيمان لاستكمال دراستنا لقد كنت أدعوك منذ زمن لفكرة أبعد من مجرد الولادة الجديدة أو كونكم خلصتم أنا أؤمن بتلك الأمور لكنها ليست الغاية إنها المدخل ونقطة الانطلاق إنها دخولكم إلى ملكوت الله إنها عطية وليست مجرد شيء كسبتموه ولكن بحصولكم على العطية يصبح السؤال ماذا تفعلون بها؟ هل تعيشون حياة افتراضية مستمرين فقط في التكلم عن كونكم نلتم العطية أم تنوون إكرام الرب؟ إن الأمر يتعلق بحقيقة أنه حان دورنا وقد أعجبني ذلك كثيرا أنا ممتن لأنني توقفت عن النظر للوراء ونحول انتباهنا للأمام أريد أن أبدأ بالإصحاح الثاني والعشرين من الرؤية إنه يصف وقتا في الأرض يثير الدهشة وفي الواقع هذا المقطع بالنسبة لي صادم لأنه مدرج في سرد الكتاب لكنه وصف دقيق للعالم الذي نشاهده يقول وقال لي لا تختم على أقوال نبوة هذا الكتاب لأن الوقت قريب من يظلم فليظلم بعد ومن هو نجس فليتنجس بعد لا أعلم رأيكم لكنها لا تبدو نصيحة أجدها في الكتب المقدسة من يظلم فليظلم بعد فليفعل بإصرار ومن هو نجس فليتنجس بعد واو ومن هو بار فليتبرر بعد ومن هو مقدس فليتقدس بعد وها أنا آتي سريعا وأجرتي معي لأجازي كل واحد كما يكون عمله أنا الألف والياء البداية والنهاية الأول والآخر أود أن أؤكد لكم أننا نعيش في فترة من التباين الهائل حيث أصبح الأشرار أكثر شرا الحياء يبدو أنه لم يعد جزءا من المجتمع العام ما نشاهده لا يمكن تصوره وليس علينا أن نذهب إلى مدينة بعيدة لكي نرى ذلك كجزء من واقعنا المدينة التي كانت تعرف باسم أثينا الجنوبية ومركز نشر الكتاب والتعليم المسيحي أصبحت الآن شيئا مختلفا هذا حدث تحت أعيننا وبالقرب منا علينا أخذ الإنجيل إلى وسط المدينة أتطلع إلى ذلك وآمل أن تستعدوا لكني أؤمن حقا أن ما نفعله في هذه الأشهر الأخيرة معا كجماعة مؤمنين أننا نستعد للقادم ونحن شهود على تغيير هائل وغير مسبوق وهو ليس تغييرا سياسيا بل تغيير روحي في الأساس ونحن مبتئون في استيعاب ذلك ونعتقد أن الانتخابات ستصلح مننا كم مرة يتعين علينا اختيار شخص من أحد جانبي المنافسة ويبقى كل شيء كما هو قبل أن نصل إلى استنتاج أن الانتخابات ليست المشكلة كان لدينا أناس أتقياء ولم نختارهم لدينا كل أسبابنا شخصيتهم ليست سليمة لهجتهم خاطئة أو أي شيء علينا أن نستيقظ لأمر ما وهو أن التحديات التي نواجهها هي في الأساس روحية إن هناك ظلاما دامسا حولنا وهناك أيضا نور عظيم إذا سمحتم لي سأقول إن وقت الحياد والسلبية قد انتهى حتى لو كنتم تفضلون وضعية محايدة أود أن أذكركم أن عدم قولي أي شيء هو خيار الصمت في وجه الشر يعتبر تأييدا له إنه وقت مميز لأنني أؤمن أن روح الله يدعونا للمشاركة ولا أعني هذا بشكل أساسي بسبب الحملة الانتخابية أنا أؤمن أنه يدعو شعبه إلى هذه الفترة ليكونوا سفراء لمملكته ليكونوا الكنيسة لقد اعتدنا أن نكون متدينين ومهذبين وأن نتحلى بالأخلاق وتحدثنا عن دراساتنا الصغيرة في الكتاب وهذه الأمور ليست شريرة ولكن الله يدعونا إلى قلب ما يقود الأرض هذا مذهل بالنسبة لي فقط في حالة عدم انتباهكم فإن مصرح العبثية مستمر في عروضه حتى الآن مع الأسف الأمر الذي أذهلني لأقصى حد هذا الأسبوع أنه إننا احتفلنا باليوم القومي للمرأة ربما شاهدتم جائزة المرأة للشجاعة والتي قدمت إلى رجل يدعي أنه امرأة عليكم أن تفكروا في ذلك لأنه غير عقلاني وغير منطقي وهو تحقيق لما كنا نقرأه في سفر الرؤية وقد تم هذا الأمر بوجوه مبتسمة والكاميرا تقوم بالتصوير ويتم سرد القصص الشيء الوحيد الذي كان مفقودا هو وجود شخص يعترض وأمر آخر يدعو للانزعاج عندما نعلم أن مجلس إدارة مدرسة أريزونا صوته لا أعلم إذا كنتم تعرفون كان الأمر مؤلما لقد خلق بعض المشاعر بداخلي لأكثر من يوم صوتوا لوقف السماح للمعلمين من إحدى الجامعات المسيحية المحلية ولم يكن الأمر أن الطلاب قد أساءوا التصرف أو كسروا القوانين أعضاء مجلس إدارة المدرسة قالوا إنهم نظروا إلى موقع الجامعة على الإنترنت وقالوا إنهم يعتزمون أن يرفعوا اسم يسوع وقالوا إنها مشكلة من شأنها أن تجعل تلك المدارس التي يتعامل فيها هؤلاء المعلمون مع الأطفال غير آمنة لذلك تم فسخ العقد من قبل الأعضاء آخر شيء أرادوه هو تعامل المعلمين من إحدى الجامعات المسيحية مع الأطفال لأن ذلك يجعلهم أقل أمنا كان عليكم أن تقرأوا لكي تعرفوا الأمر برمته إن عضوة مجلس إدارة المدرسة التي اقترحت هذه الفكرة وبدأت في مناقشتها عرفت هؤلاء المسيحيين على أنهم خطرين لكنها تقوم بتعريف نفسها بهذه الطريقة التي سأقتبس منها شخصية تتحدث لغتين ومعاقة ولاتينية سوداء تحب جناح الدجاج لكن معصوص الرانج وتحب الأشياء اللامعة مكتوب أيضا في تعريفها عن نفسها أحيانا ترتدي أذان قطة لكن المسيحيين لا ينبغي أن يتواجدوا في مدارسنا لأنهم خطرون لن تتمكنوا من التصريح عن أي مجموعة في مجتمعنا مثل ما يفعلون مع المسيحيين لا أريدكم أن تغضبوا أو تكونوا عنيفين أو عدوانيين ولكن أريدكم أن تستيقظوا من الأفضل أن تأخذوا إيمانكم من الأفضل أن تأخذوا إيمانكم معكم للعمل ومع أولادكم للمدرسة وأي شخص يخبركم أن ذلك غير مرحب به يجب أن تجعلوه يشرح لكم لماذا يقول ذلك؟ لأن هناك كل أنواع الأيدولوجيات ووجهات النظر الأخلاقية التي تدفع إلى الساحة العامة ومجالس إدارات الشركات وفي أروقة مستشفياتنا إذن أنا لن أتخلى عن امتياز مشاركة إيماننا المسيحي لا تنتظروا لا تنتظروا حاولنا أن نكون متسامحين ولطفاء ونبتعد لا أريدكم أن تكونوا غاضبين أو عدوانيين لكن عليكم أن تستيقظوا أحيانا نضل عندما نتحدث عن المسيحية أو تبعية المسيح الهدف من هذه العلاقة مع يسوع أن تجلب الحرية لحياتنا ولا يريد أن يحدك أو يقللك أو يأخذ منك شيئاً يسوع يجلب الحرية وهذا هو الهدف من هذه الدراسة أن تتحرر من القلق يسوع قال لنا بشكل مباشر لا تقلقوا قد تساعد دراسة أصل الكلمة لا أفعل هذا كثيراً لكن هنا قد يساعد التعبيرات الرنانة في أصل الكلمة في الإنجليزية القديمة الكلمة تعني يختنق وفي الإنجليزية الوسطى تعني الإمساك بالحلق مثلما يمسك الذئب بالخروف من حلقه عندما يهاجمه بحلول القرن السادس عشر تم تقلصها لتعني المضايقة أو الهجوم وفي تعريفها الحالي القلق هو الشعور بالهم والاضطراب وعدم الارتياح ولكن أحب هذا التقدم لأن تأثير القلق الحقيقي على حياتك أو حياتي يطبق على حلقنا يشنقنا ويخنقنا ويقلل من فاعليتنا ويختزل وعينا بعالمنا يمنحنا مشاعر غامرة بما يمكن أن يكون ويحجب حقيقة أين نحن ومن نحن قرأنا في متى ستة تعليق يسوع عن القلق أربع مرات في النص يفحص تمسكنا بالقلق فيقول لا تفعل ذلك لا تهتم بما تلبسون وما تأكلون ولا بما تشربون ولا أين تعيشون هو لا يقول إنها أمور ليست هامة في حياتنا بل إن القلق بشأنها غير لائق وكثيرا ولا سيما المتدينين منا يمكننا تبرير قلقنا وخوفنا وانشغالنا فنقول نحن نفعل أمور الرب أمور كثيرة نغطيها في طلبات الصلاة بالاهتمامات الكتابية ونغلفها في تعبيرات مستخدمين كل أنواع الكلمات الروحية والواقع هو أننا غير مهتمين بملكوت الله نحن ندفع بأفكارنا ونغلفها بكل أنواع اللغة الهدامة هذا أفضل سيناريو للقلق الأسوأ سيضعف إيمانك وسيجعلك غير مثمر تذكر مثل الزارع يسوع تكلم عن زارع خرج ليبذر ووقعت البذار على أنواع مختلفة من الأراضي لقد تكلم عن نوع من الأراضي في متى 13-22 يقول الكتاب والمزروع بين الشوك هو الذي يسمع الكلمة وهم هذا العالم وغرور الغنى يخنقان الكلمة فيصير بلا ثمر هذا تعرفنا عن القلق يمكنه أن يخنق تأثير كلمة الله وهذا يحذرني إذا أعطيت للقلق مكاناً في قلبي إذا رعيته ونميته ولم أنتبه له ولم أتعامل معه فإنه سوف يخنق تأثير كلمة الله هذا لا يمكننا تحمله وإليك دعوة يسوع أخبرنا بالحق قال لا تقلق ويجب أن لا نقلق وإن اخترنا أن نقلق فقد اخترنا أمراً غير لائق وأفضل علاج كتابي لذلك هو التوبة سأختم وأرجو أن تصلي صلاة معي لنتوب فقط أعطينا القلق مساحة في قلوبنا ووقتنا وحياتنا مستعد؟ لنصلي أبانا أشكرك من أجل كلماتك نقبلها لأنها الحق أشكرك على الطريق الذي تفتحه أمامنا للسلام والحرية والرجاء والفرح نريد أن نتوقف ونقول آسفون ولنتوب اغفر لنا لأننا تسلمنا زمام حياتنا وكنا نقلق حول أمور وقتية ملأت قلوبنا وأيقظتنا بالليل وقلصت من علاقتنا بك نتوب عن ذلك اغفر لنا وفي توبتنا لا نقبل غفرانك فحسب بل سيادتك على حياتنا يا روح الله ساعدنا أن نسير في الطريق الجديد في اسم يسوع آمين الآن وصلنا لهذا الحد ليس لأن الشر أزاحنا من الطريق لقد وصلنا لهنا لأن الكنيسة انسحبت أعطينا قلوبنا لأمور أخرى وأعطينا شغفنا لأشياء أخرى أردنا أن يتم تعريف أطفالنا بطرق أخرى غير كونهم أتباع للمسيح لم نردهم أن يواجهوا كونه من هؤلاء الأشخاص لذا فإن الأمر يتعلق بالرؤية وما نفهمه عن ما هو دور إيماننا في سفر الأمثال الإصحاح التاسع والعشرين بلا رؤية يمكن ترجمتها بشكل صحيح بكلت الطريقتين فيمكن أن تكون لا إعلان بلا رؤية بلا رؤية يجمح الشعب عندما يكون الوعظ ساخنا تطلق الإنذارات حيث بلا إعلان وبلا رؤية فسوف يجمح الشعب أما حافظ الشريعة فطوباه الشعر العبري مكتوب في مقاطع تحتاجون إلى كل الفكرتين للحصول على المعنى فيما يقوله إنه بلا إعلان ولا رؤية فالشعب يرفض ضبط النفس البديل في بقية القصة هم الذين يحفظون الشريعة عندما ترون عندما نرفض منظور الله سوف نتخلص بشكل متزايد من أي قيود لا توجد حدود ولا توجد قيود وحرفيا كل شيء مباح وبعد ذلك يصبح التهديد الأكبر هو أي شخص يريد جلب منظور الله إلى المناقشة لأنه ينظر إليه على أنه شخص يأتي بقيد وأخبرتكم من قبل إن أحد الأكاذيب الكبرى التي ترسخت في هذا الجيل هي أن إكرام يسوع يقلل من حياتكم إن حق يسوع يجلب الحرية لكل حياة بشرية والظلام يجلب العبودية الظلام سيدمركم جسدياً ولكن يسوع يشفي ويجب على الكنيسة أن تستيقظ كم عدد الندوات التي ترعاها الكنيسة والرب ما زال يشفي ويصنع معجزات وعندما نختار الابتعاد عن قوة الشخص الذي مات من أجلنا وعندما لا تكون هناك رؤية نتخلص من القيود يجب أن يكون لدينا واعي وأعلان أن إكرام الرب يجلب الحياة والصحة والشبع والرضا لا يمكن تأمين المستقبل بعيداً عنه هذا عبث انظروا إلى سفر الخروج هذا حقيقي جداً وقلوبنا قريبة منه هذا لا يتعلق بشخص آخر أو جيل آخر في خروج 32 جيل الخروج هم الأشخاص الذين بدأوا كعبيد في مصر ويدخل موسى من الصحراء ويقول إننا سنغادر وتحدث مناقشات ولما صعد موسى جبل سيناء الشعب يفقد توازنه ويحدث صراع مستمر في قلوبهم في الإصحاح الثاني والثلاثين كان الأمر كأن موسى رأى الشعب جامحاً وتركهم يخرجون عن السيطرة وبذلك أصبحوا أضحوك لأعدائهم وقف موسى في باب المحلة وقال من للرب فإلي فاجتمع إليه جميع بني لاوي قرأت ذلك ليس للسخرية أو لتسليط الضوء على تناقضات جيل الخروج قرأته لتفهموا أن ذلك كان تحدياً في كل جيل الخضوع للرب وقبول ضبطك لنفسك بحسب حق الرب إن طبيعتكم وطبيعاتي الجسدية تقول أنا أفكر وأشعر وأريد ولن أكون مقيداً أبداً والولادة الجديدة والخلاص والتغيير لا يقللون أبداً من قوة تلك الطبيعة الجسدية إنهم يقدمون سلطة جديدة بحيث لا تسودكم الخطية لكننا واجهنا التحدي وعلينا أن نميت الطبيعة الجسدية القديمة ما يعني أنه علينا قول الحق لبعضنا لكي نكون مستعدين لقول إن التقوى والقداسة والنقاء أهداف مشروعة وغايات أكثر قيمة من أي شيء آخر إنهم أكثر قيمة من الإنجاز أي شيء نجمعه وأي درجة نكسبها وأي مورد يمكننا تجميعه إكرام الرب والسير باستقامة أمامه له قيمة أيتها الكنيسة يجب أن نقول ذلك مرة أخرى النبي عاموس كان مزارعا وإشعياء موظف بالبلاط الملكي إنني لا أقصد ذلك بطريقة مهينة ولكن إشعياء كان مرتاحا جدا لمكائد القصر إنه نبي القصر لقد تحدث إلى الملوك وقادة الأمم ورفضوا رأيه عندما كان هناك ضغط عاموس هو مزارع إنه رجل بسيط يقول عاموس هو ذا أيام تأتي يقول السيد الرب أرسل جوعا في الأرض لا جوعا للخبز ولا عطشا للماء بل لاستماع كلمات الرب فيجولون من بحر إلى بحر ومن الشمال إلى المشرق يتطوحون ليطلبوا كلمة الرب فلا يجدونها مرة أخرى ما نشهده ليس أمرا جديدا من السهل جدا أن نبدأ ونحن نشعر بالإثارة فنحن جيل النهاية الذي يقف في نهاية الأيام ويمكن أن يكون ذلك لكن خصائص العالم الذي نقف فيه يتكرر مرارا وتكرارا وتكرارا إن مسألة جيل النهاية ستكون سؤالا جيدا من حيث الحجم والنطاق ونحن في طريقنا لمعرفة ذلك لا نعرف إلى أي مدى سيصل موضوع المرض لكن في هذه الأثناء لدينا مهمة إعلاء النور إن إعلاء اسم يسوع يتطلب من الشجاعة للقيادة لقد افتقرنا إلى هذا كان لدينا شجاعة الولادة الجديدة وشجاعة الذهاب للكنيسة والشجاعة لنكون مهذبين لكننا بالتأكيد لا نريد أن نكون في القيادة بما أن القيادة المؤثرة ليست لقبا وهي ليست منصبا لقد عرفتم جميعا أشخاصا وعرفت أشخاصا لديهم ألقاب ومناصب وقالوا إنهم كانوا قادة ولم يهتم الشعب وللأسف هم آخر من يعلم هذا لكن القيادة تتعلق بالتأثير فيما دعينا للقيام به ويؤثر على العالم الذي نعيش فيه والأماكن التي أتيحت لنا الفرصة بها ومجال تأثيرنا حيث آراء الناس عندما يهتمون بآرائكم وعندما يستمعون إلى ما تريدون قوله إذا كانوا سيقبلون نصيحتكم فيجب أن يدخل إيمانكم في هذا إذا كانوا يهتمون برأيكم في الفرق الرياضية فيجب أن يدخل إيمانكم في هذا إذا كانوا يهتمون بآرائكم في المطاعم أو أين تقضون الأجازة فيجب أن يدخل إيمانكم في ذلك هل لدينا الشجاعة لنكون مؤثرين؟ أم تم تعييني لفعل ذلك؟ أسألوا مع بعض التردد في هذه الأيام إذا كنت خائفاً إذا كان هناك تهديد هل لأن أطرح سؤالاً هل إيمانكم بما أنتم عليه واضح للجميع في ساحتكم المهنية؟ هل يخيفكم أنكم تخسرون فرصاً أو أنكم تخضعون للرقابة بشكل ما؟ هناك احتمالية لبعض المقاومة في أصدقائكم أو هل أنتم قلقون أنه سيتم إقصاؤكم أو ستكونون بطريقة ما مستبعدين؟ وهذا هو السؤال المهم للغاية هل نحن نقود بإيماننا؟ أحد الأمثلة الكلاسيكية في الكتاب المقدس هو تسليم القيادة من موسى إلى يشوع وموسى في التوراة هو القائد بامتياز عندما نصل للعهد الجديد في السرد عن يسوع في سفر العبرانيين يبذل الكاتب جهده ليثبت للقارئ أن يسوع كان أكثر إخلاصاً من موسى لأنه لمئات السنين لم يكن هناك من هو أكثر أمانة ولم يقم موسى بقيادة الشعب تم تكليف يشوع بتلك المهمة في الإصحاح الحادي والثلاثين من التثنية يعد موسى يشوع ويقول تشددوا وتشجعوا لا تخافوا ولا ترهبوا وجوههم لأن الرب إله كسائر معك تشدد وتشجع لا تخافوا ولا ترهبوا وجوههم الكثير من الرعب أعداء كبار وأقوياء واحتمالات النصر صغيرة ونحن ضعفاء لأن الرب إله كسائر معك لا يهملك ولا يتركك فدعى موسى يشوع وقال له أمام أعين جميع إسرائيل تشدد وتشجع لأنك أنت تدخل مع هذا الشعب الأرض التي أقسم الرب لآبائهم أن يعطيهم إياها وأنت تقسمها لهم والرب سائر أمامك هو يكون معك لا يهملك ولا يتركك لا تخاف ولا ترتعب هذا هو لب الأمر كله وما هو ضروري هو أنه يجب أن تتمتعوا بالشجاعة لتكونوا قادة مؤثرين سيتطلب الأمر الشجاعة من يعلم؟ لم تكن كنائسنا كذلك وقضيت حياتي في الكنيسة أعلمنا الإسم الأوسط لإشعياء واللغات الأصلية تعلمنا كيفية تهجئة الأصباط بالأحرف العبري لست ضد تلك الأمور بل أحب تعلمها وأنا أؤيد التعلم لكنني أريد أن أنمو في القوة في الرب والشجاعة في الإيمان به وهو ما تكرر في الإصحاح الحادي والثلاثين من سفر التثنية تشدت وتشجع إنها وصية أخرى في يشوع الإصحاح الأول الآية الخامسة هذا هو وعد الله ليشوع لقد ذهب موسى الآن أوه لا يقف إنسان في وجهك كل أيام حياتك كما كنت مع موسى أكون معك لا أهملك ولا أتركك تشدد وتشجع لأنك أنت تقسم لهذا الشعب الأرض التي حلفت لآبائهم أن أعطيهم إنما كن متشددا وتشجع جدا لكي تتحفظ للعمل حسب كل الشريعة التي أمرك بها موسى عبدي لا تمل عنها يمينا ولا شمالا لكي تفلح حيثما تذهب لا يبرح سفر هذه الشريعة من فمك بل تلهج فيه نهارا وليلا لكي تتحفظ للعمل حسب كل ما هو مكتوب فيه لأنك حينئذ تصلح طريقك وحينئذ تفلح أما أمرتك تشدد وتشجع قد تظن أن يشوع بطيء الفهم سبع مرات من موسى إلى الله ليتشدد وليتشجع يشوع لا يمكنك أن تخاف ولا يذوب قلبك ما يصارع معه هو الرعب والإحباط لم يهرب موسى تذكرون موسى وتلك العصاء أعني أنهم شقوا البحر الأحمر وماء من صخرة والوصايا العشر أسفل الجبل انشقت الأرض وابتلعت المشتكين لكن موسى لم يستطع أن يقود الشعب ولم يستطع أن يؤثر عليهم ولم يستطع تهدئة الشكوى لذا لمدة أربعين سنة تهنى في الصحراء والآن رحل موسى هذا مخيف هل رأيتم الأردن؟ وقال الله تشدد وتشجع ما نراه من تعبيرات الظلام يمكننا أن نتجمع ونتحدث عن ما نراه يحدث لكن السبب الصمت هو أننا نفهم القوى المصطفة ضدنا إذا لم نفهمها بشكل واعي فإننا نفهمها دون واعي لذا نحن مهذبون نحن لا نوقظ الوحش هناك تكلفة للقيادة أو بطريقة مختلفة هناك تكلفة لاستخدام إيمانكم كنقطة تأثير يجب أن نقول ذلك بصوت عال إنه موجود يمكن مشاركة الرياضيين المحترفين أو المشاركة في الرياضات الاحترافية يمكنكم الاستثمار في شبكة الغذاء فهناك الكثير من الأشياء ويمكنكم تطوير هوايتكم يمكن قبولكم في جميع الأماكن ولكنكم تظهرون إيمانكم للجميع وتقولون سأسمح لنفسي بأن يتم تعريفي بهذه المبادئ هذا هو مستقبلنا أو إنه عدمه أكثر من سبع مرات يقول الرب اليشوع أن يتشدد ويتشجع هذا ما كلف به اذهبوا لمدرسة اللهوت وقرأوا كتبكم أو ادرسوا اليونانية تشددوا وتشجعوا أعتقد أن الشجاعة أكثر أهمية لنا كأتباع للمسيح اليوم من أي سمات أخرى يمكننا التفكير فيها لنصلي أبانا أشكرك على أن لدينا كتبا مقدسة في الكنائس ولدينا شركة ومجتمع لكننا نحتاج إلى مساعدتك أيها الروح نطلب منك أن تنمي فينا الشجاعة للرب بسم يسوى آمين شكرا لمتابعتك لبرنامجنا خدمات ألين جاكسون واتس آب وفيبر بلاس واحد أربعة صفر أربعة تمانية خمسة واحد أربعة تسعة اتنين واحد والرب يباركك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر